كما شارك مع علي وزير الخارجية في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزري المنعقد في مقر الأمم المتحدة بنيورك وقد بحث المجلس الوزري آخر مستجدة الأوضاع الجارية في سوريا واستمع في هذا الشأن إلى تقرير من معالي الأخضر الإبراهيمي الممثل الخاص المشترك لجامعة الدول العربية والأمم المتحدة المعنية بسوريا وسعادة السيد أحمد الجربة رئيس ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية واتفق وزراء الخارجية العرب على أهمية تضافر الجهود العربية من أجل التوصل إلى قرار دولي يساعد على إنهاء الأزمة السورية بما يحقق طموحات الشعب السوري الشقيق في الأمن والاستقرار والإصلاح من أجل بناء دولة حديثة تستوعب كافة أبنائها وتأكيد على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه إنهاء الأزمة السورية كما بحث الوزراء العرب تطورات القضية الفلسطينية وذلك بعد استعناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية التي ترعاها الولايات المتحدة إلى جانب أهم القضايا الإقليمية والدولية